نقشت لجان مجلس النواب على مدى الأسبوع الماضي العديد من الملفات المهمة والمشاريع والمقترحات الجديدة والتي تركزت في المجالات الخدمية بهدف تطويرها وتحسينها أسبوع حافل من العمل البرلماني تزاحمت به مناقشات لجان مجلس النواب حول العديد من المقترحات الهامة ففي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برئاسة سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي نوقش الاختراح برغبة بشأن قيام وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء البحرينيين من الحصول على التأشيرة المسبقة عند زيارة الدول الأوروبية أو منحهم تأشيرة الزيارة في المطار وأوضحت اللجنة أن شوطا مهما قد قطعته بشأن المقترح لإعفاء البحرينيين من اشتراطات الشينغن لدخول الاتحاد الأوروبي أما لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرانة الوظائف في القطاعين العام والخاص فقد اجتمعت مع وفد من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وأكد رئيس اللجنة النائب إبراهيم النفيعي أن الخطوات المتخذة من الوزارة لإحلال البحرينيين لم تحقق الهدف المطلوب حتى الآن مشيرا إلى أن عملية توطين البحرينيين في الوظائف تسير ببطء شديد ومن دون وجود خطة مستقبلية واضحة لتحقيق ذلك في الوزارة اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل عقدت اجتماعها وناقشت فيه مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة المرافق للمرسوم عشرين لسنة الفين وتسعة عشر ويركز المشروع على الحفاظ على مصالح الطفل وبما يتناسب مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت لها وفق برامج واضحة وهادفة وغطاء تشريعي رصين لجنة المرافق العامة والبيئة اجتمعت بحضور وزير الاسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر وناقشت عددا من الموضوعات المهمة برئاسة النائب حمد أحمد الكوهجي وقد وافقت اللجنة على مقترح بشأن استثناء من آلت إليه أو لزوجته ملكية عقار عن طريق الإرث ومن انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي من شرط عدم الملكية لاستحقاق الخدمات الإسكانية وقررت الموافقة على المخترح ورفعته إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال جلسة النواب القادمة إلى جانب مقترح بشأن تمديد فترة الشروع في بناء القسيمة السكنية من سنتين إلى ثلاث سنوات وتمديد فترة الانتهاء من البناء من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات للمنتفعين من القسائم السكنية علاوة على مقترح بشأن إنشاء سوق مركزي في مدينة حمد جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم هي مع موعد لمناقشة جدول أعمال حافل بالمقترحات المتنوعة والتي تطول في مضمونها العديد من المشاريع والجهات الخدمية في المملكة وتطمح لمناقشات بناءة تخرج بنتائج تعود في نفعها على المواطن البحريني في مختلف المجالات يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين